السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال جيتكم اليوم بفيديو جديد بسلسلة جديدة بعيدة على المعلومات على الفيزات على الزواج اليوم سلسلة دينا هي جريمة باختصار نتمنى أنها تعجبكم لما مشتركش في القناة تفضل يشترك في القناة ما تنسوني يجمع لي لايك بطجي ولا فيديو لعجباتكم خليوا لي يديكم مونتغ إلا بقتون نحضر لكم على شي قصة محددة ولا شي جريمة محددة دخليوها ليه في كومنتر اليوم جيت نحضر لكم على صياد العزبات أخطر مجرمي فرنسا صياد العزبات يخطف يقتل البنات بالمساعدة ديال الزوجة دياله تتحول من أب في النهار السفاح في الليل زرع الخوف والرعب في القلوب ديالالاف الفرنسيين اللي بشاعة الجرائم دياله شكونا هو ميشيل فورنري التهمة دياله هي اقتصاب سعود ديال البنات و القتل ديالهم هذا الشي بالمساعدة ديال الزوجة دياله ميشيل كان عنده طفولة عادية ما كانش عنده أي ظروف قاسية ما كانش كيعاني من تعذيب ما كانش عنده سلوك إجرامي زوج الجوش ديال المرات لكن قوة الخيالات والمويلات المنحرفة دياله بالنسبة للبنات الصغار كانت يسبب في طلق دياله جوش ديال المرات البداية ديال الفورنري الإجرامية كانت في الحبس من بعد ما تعرف على الزوجة دياله التالتة وهي الشريكة دياله المساعدة دياله في قاع الجرائم دياله اللي هي مونيك من بعد ما تحكم على فورنري بالاغتيصة والتحرش الهينسي خرج من الحبس تلاقى مع الزوجة التالتة دياله وهنا غديديروا أول جريمة بجوجهم سنة 1988 ساعداته باش يخطفوا واحد البنت ويختاص بها بالمقابل أنه يقتلت الزوج ديالها السابق ولكن فورنري مونفاش بالوعد دياله وما قتلش الزوج ديالها السابق ساعدتوا المرة الثانية باش غايقتل العشيقة ديال الصديق دياله اللي هو تاجر المخطيرات كان صاحبه في الحبس قتلها سرقوا الأموال ديالها تاجر المخطيرات شراوح الدار كبيرة في المقاطعة ديال الاردين الفرنسية اللي شهدت على بزاف ديال الجرائم دياله اللي الصحف والتك تكتب عليه بدت تقول أنه وحش آردين هذك تاجر المخطيرات حاول ملاحقة ديال فورني لكن فورني ومراته هربوا لبرجيكا وعاشوا على بعد بعد ديال العشرة ديال كيلومترات من الحدود مع فرنسا فورني استغل الشكل دياله المسالم والرفقة ديال الزوجة دياله وكانوا تي بجوجهم تيمشوا لقدام المدراسة وكانوا تيستدرجوا البنيتات لبنات الصغار كيختص بهم كيخنقهم حتى يموتوا فورني صياد لبنات كان عنده واحد الهوس مراضي بالبنات الصغار كان مريض إنسان ما نقول لكمش في نهاية ديال عام 2004 تعتاقل ميشيل فورني من بعد ما هربات لي واحد البنت من القبضة دياله ومشات بلغت الشرطة عليه هو والزوجة دياله اعتاقله ومن بعد التحقيقات والضغط عليه انهار وانفاجر واعترف بالقتل والاغتصاب ديال تسعود ديال بنات هو والزوجة دياله اللي كانت كتكون معاه وحد تونائي اللي كانوا توافقين إجراميا لها التوافق الإجرامي دياله مستمر لمدة ديال عشرين عام تحكم على فورني والزوجة دياله بسجن مدى الحياة ولكن من بعد سبعتاش العام ديال السجن ديال مونيك مراد فورني اعترفت بجرائم وحدة آخر اللي ادات بالشرطة انها زيت تحقق مع ميشيل اللي تهوى بالدور دياله زاد اعترفه وتحكم عليه مرة تانية بالسجن مدى الحياة ميشيل كيف مما قلت لكم سنة الفين وعشرين تعاود تحكم عليها للمرة التانية بالسجن مدى الحياة الاعترف ديال صياد العزباد دفع بالشرطة انهم يبحثوا على واحد الجوج ديال اللي بنات من الضحايا دياله ولكن تشلوه باش يلقوا الجوجة دياله دونك هكا الشرطة في الفين واثنين وعشرين اعلنت انتهاء البحث وفورني توفى سنة الفين وواحد وعشرين داخل السجن رغم انه مدخلش في القائمة ديال القتلى المتسلسلين رغم انه عنده عدد كبير ديال القتلى ولكن تصنف كمجرم مرعب لرعب في تاريخ ديال الفرنسا الواحد المدة ديال العشرين عام هنا سالات الجريمة ديال اليوم اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم خليتكم على خير انتلاقوا في جريمة وحدة اخرى مع السلامة